أنا الحقيقة عندما اطلعت على هذه الدراسات لم أكد أصدق التأثير المذهل لزيت الزيتون الذي ذكره الله في القرآن وأكد نبينا عليه الصلاة والسلام على ضرورة استخدامه له تأثير مذهل على خلايا الجسد فيه مواد حتى الآن العلم لم يكتشف أسرارها الآلية التي تعمل بها هذه المواد حتى الآن يحاول العلماء اكتشافها انظر أخي الحبيب أهم جزء أو جزئين في جسدك القلب والدماغ زيت الزيتون يدخل ليستهدف أساسا هذين الجهازين المعقدين الذين تعتمد عليهما حياتنا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا قلب وبلا دماغ زيت الزيتون أخي الحبيب فيه مواد صديقة للقلب يحبها القلب مواد أيضا تحبها الخلايا العصبية الخلايا العصبية ثروة كل خلية عصبية من المئة مليار خلية عصبية التي خلقها الله في دماغك هي كنز لماذا؟ لأن خلايا الجلد تتجدد خلايا الأمعاء تتجدد خلايا الدم تتجدد ولكن الخلايا العصبية لا تتجدد تحتفظ بالذاكرة تفظ بالذكريات تعالج المعلومات فيها أحلامنا وأسرارنا وحياتنا وعلاقاتنا موجودة في هذه الخلايا فمن الضرورة جدا الحفاظ عليها لذلك هناك ما يسمى بالشيخوخة المبكرة هناك بأمراض الخرف الزهايمر جلطات دماغية مشاكل كثيرة جدا أخي الحبيب سببها طبعا إرادة الله أولا وعدم اهتمامنا بهذه الخلايا زيت الزيتون سبحان الله الخلية العصبية تحبه تنشط وتصبح أقوى وتصبح أكثر كفاءة في عملها من الدراسات الغريبة ما قامت به جامعة هارفرد حديثا جدا قامت بدراسة على تقريبا شملت 92 ألف شخص دراسة كبرى يعني دراسة عالمية فقط نصف ملعقة طعام من زيت الزيتون كل يوم تصور هذه الكمية الضائلة التي نحن نستخف بها نظن أنها لا تفعل شيء إنها تفعل الأعاجب أخي الحبيب وإليك النتائج تبين أن استهلاك نصف ملعقة من زيت الزيتون كل يوم على مدى طبعا فترة التجربة خفض احتمال الموت بسبب أمراض القلب بنسبة 19% طبعا الأعمار بيد الله ولكن هذه الأعمار لها أسباب الله تعالى يقول نحن قدرنا بينكم الموت يعني جعلنا له أسباب فمن أسباب الموت أنك أنت تهمل زيت الزيتون الذي أمر النبي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة والله عز وجل ربط نوره بالزيتون الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء إذن ربط الله بين نوره وبين زيت الزيتون هذا ليدلك على أهميته في حياتنا لذلك الدراسة التي قامت بها جامعة هارفورد وفاجأت العلماء تبين أيضا أن استبدال أن تأخذ زيت الزيتون بدلا من الزبدة والسمنة والزيوت العادية ساهم في الوقاية من الموت بنسبة 34% طبعا هذه إحصائيات علمية يعني الذين أخذوا زيت الزيتون أصيبوا بشكل أقل بأمراض القلب والدماغ بنسبة 34% وبالتالي هذا الأمر أخي الحبيب مهم جدا أن نعلمه لا تهمل هذه الملعقة كل يوم ويفضل أن تأخذ أكثر طب كيف نأخذ هذا الزيت؟ ليس من الضروري أن تأخذه هو يفضل أن يأخذ على الريق لكي تضمن امتصاص أكبر كمية له من قبل الجسد يمكن أن تأخذه مع السلطات مع اللبن الزبادي مثلا أو اللبن مع الخضار بعض الخضار مع بعض يعني يمكن أن يأكل هكذا مع الخبز زيت الزيتون لذيذ جدا على فكرة يعني طعمه من يعود نفسه عليه طعمه لذيذ جدا لا يستطيع أن يستغني عنه أتصور كمية الأمراض التي يعالجها والجسد يحب هذا الزيت وجود زيت الزيتون في الجسد عندما تستهلك ملعقة كل يوم يحسن تدفق الدم باتجاه الدماغ وبالتالي يحسن صحة الدماغ ينشط هذه الخلايا العصبية كنتيجة لذلك لاحظوا أن وظائف الإدراك والذاكرة ومعالجة المعلومات تتحسن أيضا لذلك بالنسبة لطلابنا الأحباء لا تغفل زيت الزيتون لأنه مهم للخلايا العصبية وللذاكرة والتعلم والإدراك والحفاظ على قدراتك المعرفية دراسة عام 2017 لجامعة بريطانية حقيقة أنا بوهرت بالآلية التي يعمل بها هذا الزيت سبحان الله فيه حمض اسمه حمض الأوليك ما هذا الحمض؟ هو حمض دهني أوحادي غير مشبع نعلم أن الدهون غير المشبعة صديقة للأمعاء وصديقة للجسم بشكل عام هذا الحمض أخي الحبيب يستهدف البروتين المسبب لسرطان الدماغ فيوقف نشاطه سبحان الله آلية دقيقة جدا من الذي علمه؟ من الذي وضع فيه هذه الخصائص؟ يقول لك الملحدون نشأ بالمصادفة وتطور بالمصادفة وعشوائيا لا يا أخي هذا الحمض الأوليك هذا مبرمج مبرمج ليستهدف هذا البروتين المسبب لسرطان الدماغ فيوقف نشاطه يجعله ينتحر يتوقف عن العمل وبالتالي يحمي الدماغ من سرطان الدماغ سبحان الله لاحظ قدرة الله في خلقه عز وجل هناك دراسة الأولى من نوعها أجريت عام 2023 تبين أن زيت الزيتون يقي من الموت بسبب الخرف أو الزهايمر بنسبة 28% طبعا هذه أرقام إحصائية نحن قلنا الموت بيد الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ولكن الله يضع أسباب هناك أسباب كثيرة للموت أخي الحبيب منها هذه الأسباب مضادات الأكساد الموجودة في زيت الزيتون لها نوعية تحبها خلايا الدماغ وبالتالي تؤثر إيجابيا على صحة الدماغ الذاكرة علاج المشاكل اتخاذ القرارات الراحة النفسية يعطي راحة نفسية هناك دراسة إيطالية أجريت عام 2015 تقول إن زيت الزيتون هو السلاح طبيعي ضد السرطان يعني الله جهزه بمواد يتعرف على مسببات السرطان فيقضي عليها سبحان الله زيت الزيتون أخي الحبيب وهذه الملعقة السحرية كل يوم التي نظن أنه لا قيمة لها لا إنها تفعل كثير تزيد من نسبة الكوليسترول النافع في الدم وتخفض نسبة الكوليسترول الضار وتمنع تخثر الدم هناك مواد في زيت الزيتون تمنع تخثر الدم وبالتالي تصبح حركة الدم أسهل وهذا يؤدي للوقاية من الجلطات القلبية إذن هنا أخي الحبيب لابد أنا كإنسان مؤمن بالله عز وجل وإنسان أستخدم عقلي بشكل علمي أن أتوقف عند هذه المادة التي خلقها الله شجرة الزيتون موجودة منذ مئات الملايين من السنين ليست حديثة ولكن الإنسان مخلوق حديث طيب هل الطبيعة منذ ملايين السنين علمت أن هناك إنسان سيخلق على الأرض وسيعاني من أمراض معينة وسيكون تصميمه بهذا الشكل فخلقت له هذه الشجرة لخدمته مثلا طبعا لا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين لذلك الله عز وجل عندما قال لنا في آية أخرى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن أنا يجب أن أتفكر من الذي سخر لي شجرة الزيتون هذه من الذي وضع هذه المعلومات في زيتها لتجبر الخلية السرطانية على الانتحار لتمنع تخثر الدم لتنشط الخلايا العصبية لتغذي القلب والدماغ من الذي وضع هذه المواد أخي الحبيب؟ يجب أن نتفكر لنزداد إيماناً ونزداد يقيناً أنه لا يوجد شيء عبث في هذا الكون وأن الله سخر كل شيء لخدمتنا إذن أنت إنسان مكرم عند الله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله إذن الله يحبني أنت تكرم شخص تكرهه إذن كل ما يدعيه الملحدون انتبه أخي الحبيب أن الله خلقنا ليعذبنا وخلقنا لينتقم كل هذا كلام فارغ الله خلقك لأنه يحبك يريد لك الخير سخر لك الكون ولكن هناك بلاء ينبغي أن تتحمل هناك مرض ينبغي أن تصبر عليه لتثبت صدقك وصدق محبتك لله عز وجل هذا هو الهدف من البلاء والمرض وسخر لنا هذه الوسائل لنتداوى بها فإذن أنت كإنسان أنعم الله عليك بالصحة الآن ابدأ منذ هذه اللحظة باستهلاك هذا الزيت وكل يوم ملعقة ليست كمية كبيرة يعني ولكن عبر الأشهر والسنين يكون لها تأثير كبير جدا وبالتالي هنا عندما يقول الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين من معاني هذه الآية أن الله ينزل لك آيات تدلك على الشفاء يعني عندما ربط بين نوره عز وجل وبين هذا الزيت زيتونة لا شرقية ولا غربية ذكر الزيتون تحديدا في هذه الآية وذكر نور على نور كأنما يقول لك أن هذا الزيت مهم جدا لك في حياتك لينور قلبك وعقلك ويعطيك يزيدك صحة يزيدك معرفة يزيد دماغك قدرة على معالجة المعلومات وهي من شجرة مباركة كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن ندهن به وأن نأكله إذن أيضا النبي يحب لنا الخير صلى الله عليه وسلم لذلك أحبة في الله خلاصة هذا اللقاء لا تغفل هذا الزيت مهما كان ثمنه مرتفع ولكن الفوائد التي ستحصل عليها أكبر بكثير مما ستدفع لذلك لا تغفل هذا الموضوع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الشفاء لكل مريض وأن يقينا كل شر إنه على كل شيء قدير استودعكم الله إلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته